إذن اليوم وقعنا على واحدة اتفاقية تتعلق بمعالجات المبني للسقوط في المدينة القادمة للغباط والآن يتعلق بواحدة 300 بناية لينبغي التدخل فيها بشكل مستعجال هذا نزولاً وتنفيداً لتعليمات صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله الذي تعطي للمسألة أمية قصوى حفاظاً على حماية لأرواح موددة بسبب الوضع للعدد المبني ولكن حفاظاً على واحد الموجود تقافي عام في طبيعة الحال المغرب عنده في هذا المجال المبني للسقوط وتأهيل وتتمين الأنسجة العاطقة عنده تجربة ولكن نحن في واحد تجربة جديدة تستحق واحد النوع من الابتكرار والإبداع حتى نمشي نحوه الترميم والحفاظ على الموجود ومشي بالطرورة للهدمة إذن نحن مطالبين بتجديد المقاربات دينا وأتمنى أن بمسجودات دينا الجميع في ضرف السنتين أو ثلاثة سنوات سنجلسوا هذا البرنامج لعنده أمية كبيرة في هذه الاجتهادات اللي يجعل حقيقتها المغربات مدينة أنوار بكل معنى الكلمة